هذا الدور وهذه العلاقة التاريخية ما بين البلدين البلدين الكبار زي ما نقول كده جناحي الامة مصر والمملكة العربية السعودية تاني جناحي الامة مصر والمملكة العربية السعودية ما ينفعش دولة من الاتنين ما تبقاش موجودة وما ينفعش دولة من الاتنين حد يهز امن اي واحدة فيهم لما بتهز امن مصر بتهز امن المملكة تهز امن المملكة بتهز امن مصر لأمم الدولتين الكبار في المنطقة والمؤسرتين مش في المنطقة بس في العالم فبالتالي أي أمور دويلات صغيرة عصابات إرهاب بيحاولوا يضربوا في السعودية بيضرب في مصر يضرب في مصر بيضرب في السعودية ولقاءات ممتدة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس عفتاح سيسي ولقاءات الرئيس عفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين ولقاءات أيضاً ممتدة العلاقات ما بين البلدين وبين القيادتين ومفيش حد أبداً إدر تاريخياً وحاضراً ولا مستقبلا يعمل وقيع بين مصر ومملكة العربية السعودية حاولوا يعملوا ده بس فشلوا وحاولوا يعملوا وهيفشلوا يعني لأنه بين البلدين كبير جدا غير زي ما بقول لكم أنه قد إيه الأهمية البلدين يبقوا كمان عايزوا لكم السعودية هي الشريك الأول والاستثمار الأول في مصر رقم واحد في مصر المملكة العربية السعودية 27 مليار دولار استثمارات في مصر من المملكة العربية السعودية تحتل رقم واحد الأول عربيا لها 2900 مشروع داخل مصر 2900 مشروع سعودي داخل مصر إحنا لنا استثمارات في المملكة مصر لديها استثمارات في المملكة حوالي 2.5 مليار دولار حجم استثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية وحوالي 1300 مشروع السياحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بيمثلوا حوالي 20% من حجم السياحة الموجودين في مصر يعني حباك بتتكلم على سياحة عندك هاد المملكة هو بتمثل لنا 20% من حجم السياحة اللي موجودة في مصر أيضاً احنا عندنا في المملكة بيشتغل موجود مصريين كل الوظائف من أساسات جامعات وأطباء والآخر حوالي أكتر من 2 مليون يتجاوز 2 مليون وربع تقريباً رقم احنا رقم واحد في المملكة العربية السعودية كمصريين موجودين هناك أيضاً للتنمية والنهضة ونشارك في تنمية المملكة العربية السعودية وبناء المملكة العربية السعودية أيضاً وزي نقول لكم في كل المواقع في المملكة العربية السعودية مصر موجودة هناك ومرحب بهم على كل يعني مختلف المسؤولين في المملكة العربية السعودية عندنا حوالي حوالي نصف مليون سعودي مقيمين في مصر يعني لديهم إقامات في مصر حوالي نصف مليون انا بقول لحقاكو ارقام نبقى عارفين اهمية حجم العلاقة الكبيرة والمتميزة بين البلدين غير التعاون العسكري اللي هكلمكو عليه بعد شوية تعاون كبير زي ما بقولكو من الاربعينات تعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية مش من النهاردة ولكن بيزيد النهاردة كان عندنا درع العرب لسبوع اللي فات المملكة كانت مشاركة فيه عندنا ايضا تدريبات مشتركة ما بين مصر والسعودية سواء هنا في مصر او في المملكة العربية السعودية زيارات الرئيس المملكة العربية السعودية زيارات الأشقاء في المملكة إلى مصر دائما بقول لكم هذه العلاقة المصرية السعودية محدش أبدا يحاول في أي وقت يعني يراهن العلاقة دي ممكن يحصل انفصال لا علاقة بقول لكم تاريخية تاريخية مش بالكلام لا بالحقائق باللي موجود على الأرض نحن نتكلم على أيضا مصر ساند المملكة أمام طوفان التدخلات أمام طوفان الحملات الإرهابية والإعلامية والدولية الممنهجة ضد مملكة العربية السعودية مساندة لأن احنا كمان نعرف قدر الأشقاء ونعرف قدر المملكة الشقيقة لم وفت معنا في المحن وإحنا كمان هم يعرفوا أدي مصر الشقيقة لما بتوقف معهم في المحن والمملكة في هذه المرحلة منذ 2 أكتوبر ماضي للنهاردة بتمر بوحدة من أكبر المشاكل الكبيرة بتتعرض للمملكة العربية السعودية حملات إعلامية وسياسية ممنهجة وقلناها من أول يوم مستمرين أنه هدفه ابتزاز المملكة العربية السعودية ده الموضوع من الآخر يعني ولكن زيارة الأمير محمد بن سلمان النهاردة وجولته العربية لشاملة الإمارات البحرين مصر النهاردة ثم بكرة مساء أو بعده يعني رايح تونس ثم ربما جزائر موريتانيا جولة عربية ثم بعد ذلك إلى قمة العشرين الدول العشرين الأكبر ده عشرين دولة في العالم اقتصاديا السعودية واحدة من العشرين دولة المؤسرة في العالم يعني لها كلمة السعودية عايزة أقول لكم دولة من الثلاث دول